قائمة المرشحين للمرجعية قائمة طويلة أتحدث عن المرشحين للمرجعية بعد موت السيستاني قائمة طويلة سيترشح كثيرون للمرجعية بعد موت السيستاني الأبواب مفتحة للجميع سيترشح كثيرون للمرجعية أنا على علم وعلى علم قطعي على الأقل على الأقل ربما هو أكثر ولكنني أتحدث عن العلم القطعي على الأقل هناك الآن إثنان من المرشحين للمرجعية من بعد السيستاني في القائمة الطويلة هناك إثنان من المرشحين للمرجعية وبحسب ما أعتقد سيصلون إلى المرجعية في الطبقة الثانية أنا متأكد من هذا من خلال المعطيات المتوفرة فهناك إثنان أقولها بثمن ملآن أقولها بثمن ملآن من أنهما مأبونان كان يلاط فيهم أيام شبابهم قبل العمامة وبعد العمامة وأعتقد أن كثيرين يسمعونني الآن في النجف وأعتقد أن كثيرا من الكثيرين الذين يسمعونني يعرفون مقصدي يعرفون مقصدي النجفيون النجفيون كبار السن وحتى شبابهم الذين يبحثون في قبور الأموات كناية يبحثون في دهاليز المعممين الذين يبحثون في دهاليز المعممين يعرفون الكثير فهناك مرشحاني مرشحاني للمرجعية النجفيون يعرفونهم كانوا مأبونين لا أدري هل هم مستمرون على هذا الحال إلى الآن أو لا ولكن أيام شبابهم كانوا مأبونين يلاط فيهم قبل العمامة وبعد العمامة حتى بعد أن لبسوا العمامة يلاط فيهم وين بالجذوة وين بخرائب الحويش وين بمقابر العوائل العلمية التي بعضها أبوابها مكسورة وين بعلوة المخضر أنا لا أذكر هذه المواقع جزافا لأنني أعرف أنهم يتابعون برامجي وهم بأنفسهم يعرفون ماذا أقصد حينما ذكرت هذه المواقع هذه المواقع معروفة لدى النجفيين هذا ابن الخوئي هو الذي يتحدث عن هذا وهذا الجواهري الشاعر الكبير هذا ابن النجف ابن النجف محمد مهدي الجواهري هذا ابن المرجعية وابن النجف قصيدته الرجعيون التي نشرت نشرت في جريدة العراق العدد 2851 متى نشرت 26 8 1929 للميلاد نحن الآن في أية سنة نحن الآن في سنة 2024 للميلاد هذه القصيدة نشرت في جريدة العراق 26 8 1929 قصيدة طويلة يتحدث فيها عن مراجع النجف ويشير إلى سرقات كاظم اليزدي صاحب العروة الوثقة إنني أقرأ عليكم من الجزء الأول من ديوانه من ديوان الجواهري هذه طبعة مطبعة الأديب البغدادية صفحة 468 وما بعدها أقرأ بعضا من أبيات القصيدة يقول الجواهري وهذا ابن المرجعية وابن النجف وعباس الخوئي ابن المرجعية وابن النجف فذلك شاهد وهذا شاهد تحكم باسم الدين كل مذمم ومرتكب حفت به الشبهات وما الدين إلا آلة يشهرونها إلى غرض يقضونه وأداته لا حقيقة للدين إنها وسيلة إنها وسيلة هذه العقيدة والشريعة هذه العدالة وهذا الزهد هذه وسائل تحكم باسم الدين كل مذمم ومرتكب حفت به الشبهات وما الدين إلا آلة يشهرونها إلى غرض يقضونه وأداته وخلفهم الأسباط تترى ومنهم وهؤلاء أسباط المراجع هم الذين سيصبحون بعد ذلك مراجع وخلفهم الأسباط تترى ومنهم لصوص ومنهم لاطة وزنات هذا ابن النجف ابن النجف وذولا سرسرية عباس الخوء سرسري والجواهر هم كان سرسري سرسري شاعر عظيم لكنه سرسري حينما كان معمما وبعد أن نزع العمامة كان سرسري ذولا سرسرية والسرسرية أهل خبرة أهل خبرة يعرفون الواقعة اللوطية والواقعة الزنائية أكثر من غيرهم فمرت علينا شهادة السرسري عباس الخوء وهذه شهادة السرسري الجواهر مع عظمة شاعريته تحكم باسم الدين كل مذمم ومرتكب حفت به الشبهات وما الدين إلا آلة يشهرونها إلى غرض يقضونه وأدات وخلفهم الأسباط تترى ومنهم لصوص ومنهم لاطة وزنات هؤلاء الأسباط اللاطة سيصبحون مراجع سيصبحون مراجع مرة كنت في مجلس كان يجلس فيه شيوخ كبار لا أتحدث عن رجال دين من وجهاء النجف في قم وكانوا يتحدثون عن ماضي النجف عن الأيام التي عاشها أجدادهم وآباؤهم شاركتهم الحديث لأني على خبرة واسعة بتأريخ النجف حتى جعلتهم يسألونني يسألونني عن تأريخه عن تأريخ النجف أحدهم كان يقول من أننا كنا نلوط فيهم يتحدث عن المراجع وعن العلماء كنا نلوط فيهم في أيام شبابهم وبعد ذلك يصبحون مراجع ويعلن خبر وفاتهم من الحرم العلوي هذا عرف معروف في النجف إذا مات مرجع عالم كبير من علماء النجف يعلن خبر وفاته من الحرم العلوي عبر مكبرات الصوت ويعلنون عن تأريخ وزمان تشيعه ويدعون الناس إلى تشيعه يقول نكون نحن في المقهى أو في البيت أو في محل العمل ويعلن خبر المرجع الفلاني العالم الفلاني وكنا نلوط فيه أيام شبابه لقد شبعنا فيه ومنه لواط صار مرجع صار عالما كبيرا يجب الآن علينا أن نخرج لتشيعه وإلا يسقطون سمعتنا فماذا نصنق فبعد أن كنا نلوط فيه نخرج ونحن نلطم على صدورنا وكان يلطم على صدره ساخرا يقول كنا نلوط فيه وبعد ذلك نخرج في تشيعه تهدمت والله أركان الهدى هذه لقطة حقيقية حقيقية قلت لكم إنني أريد أن أشير إلى نتف نتف مما يجري في كواليس المراجع وكواليس المرجعية الشيعية في النجف وكربلا هذا هو الجواهري تحكم باسم الدين كل مذمم ومرتكب حفت به الشبهات وما الدين إلا آلة يشهرونها إلى غرض يقضونه وأدات وخلفهم الأسباط تترى ومنهم لصوص ومنهم لاطة وزنات فهل قضت الأديان أن لا تذيعها على الناس إلا هذه النكرات لا فضفوك يا أبا فرات لا فضفوك نذهب إلى فاصل ترجمة نانسي قنقر